اما عن الماتش الرابع فهو في موسم 2003-2004 النادي الاهلي ضد امبي وما تستغربش وتقول لي ايه يعني الجمدان في الاهلي ضد امبي اكيد الاهلي كذب وهي الفكرة بقى في المباراة دي كان يوم 23 يوليو عام 2003 في يوم الجمعة جماهير النادي الاهلي كانت مقفلة استاد المقاولين العرب نظرا يعني ان دي اخر مباراة في الدوري وخلاص هيحتفلوا بقى بان هما فيزين بلقب الدوري وفي نفس الوقت بالزبط كان الزمالك بيلعب مباراة الناحية التانية وكان مطالب من نادي الزمالك ان هو يكسب ويستنى النادي الاهلي لان في الوقت ده نادي الاهلي لو كانت عادل او كسب امبي كان ضمن الفوص بالدوري وللعلم نادي امبي كان لسه طالع من الدرجة التانية فالامور للنادي الاهلي كانت اسهل بشكل كبير ولكن يا شاء القدر في الديئة 31 يدخل جون سيد عبدالنعيم ويغير اتجاه الدوري من جزيرة المتعقبة وحلوة الماتش مخلصتش من هنا بس لا ده كمان لحظات الاسارة ان الزمالك اصلا كان كسب وطبعا كلنا فاكرين صورة عبد المنصف وحاطة التسجيل على اودانه ويصبح مطش الاهلي